تعرفين من ضمن الحاجات اللي كنا زمان نتكلم فيها فكنا نتكلم زمان قبل 2011 يعني عشرة تسعة تمانية سبعة حدث ولا حرك بل إنه حتى في منتصف التمينات كنا نتحدث عن ذلك بقوة يعني أسد زيتنا اللي أكبر مننا لما احنا كبرنا شوية وبدأنا نشتغل ونعمل تحقيق ولا نجيب خبر ولا مش عارف إيه في فترة التسعينيات وصولا إلى إن إحنا قضينا في وقت من الأوقات على فيروس كنا نتكلم دايما على هذا الفيروس الذي يفتك بأكباد المصريين كنا نتحدث دايما ونتكلم وننشر قدر استطاعتنا إنه يا ترى هل ترى هو كل المصريين عامل إيه الكلا باللغة العربية كله عامل إيه ويا ترى فيها إيه والناس بتعاني إزاي وحجم المعاناة بيتم إزاي وعلى ما يبدو أنه لقب غنيم هو لقب لأولئك الناس اللي عايزين يرفعوا عن كاه العشرات الآلاف هذه المعاناة بدأها الأول الدكتور العظيم الدكتور محمد غنيم بمركز الكلا في المنصورة وعام قطع مشوار عظيم لأجل صحة المصريين اخد بالك والآن ألاقي دكتور أحمد غنيم عميد كلية طب جامعة طنطة وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ينشئ أيضا مستشفى الكلا والمسالك الجبولية في جامعة طنطة وبإذن الله يفتتح أمام كل الجماهير في هذه البقعة أيضا من بقاع الدلتة علشان يرفع الألم والمعاناة عن عشرات الآلاف من الناس دكتور أحمد غنيم معانا على التليفون أهلا بيك دكتور أهلا بحركة بسيطة إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام إزاي صوتك بيوحشنة وبسعد لما اسمع صوتك في حاجات حلوة زي كده متشكر جدا على المقدمة الجميلة من حضرتك شكرا جزيلا بجانب لا والله يا ربنا خليك دكتور دكتور كلمني أكتر على مستشفى الكلا والمسالك البولية عندكم في جامعة طنطة واللي أعتقد أنه هيبقى واحد من أهم الصروح في الفترة الجاي آه تمام دي حقيقة فعلا إن شاء الله هي ومستشفى أمراض وجراحات الكلا والمسالك البولية ده مستشفى جديد فعلا بدأ إنشاؤه من حوالي سنتين ونص تلات سنين هو مبني مستشفى فعلا معمول على أحدث النظم الحديثة مبني على حوالي 900 متر بيستون المبنى من دور أرضي وخمس أطوابق أو خمس أدوار ومدروم والحقيقة الدور يعني فيه دورين كان لين حوالي 40 جهاز غسيل كلاوي معمولين بنظام يعني خدمات كطبية وطنطقة عالية جدا لخدمة 7 قطع كبير من المرضى الغسيل الكلاوي في محافظاتها في الغربية والمقرية وطفل الشيخ وكمان المستشفى مجهز بغرفتين عمليات مخصصين لزارات الكلاة عينية مركزة وخوالي 14 سرير زي ما قد حركة 40 سرير غسيل كلاوي فيه معمول أبحاث مخصص بالسرشو تايبينج والإزراعات الأنسجة المستشفى تمام مجهزة بوحدة للريبوتك سيرجري مجهزة لجراحات الروبوت يمكن جراحات المثالك في الروبوت عندنا أكثر من طبيب من الشباب بولادنا في جامعة طنطقة تم أكثرهم الخارج لأمريكا وكوريا واليابان للتعليم على ده الحقيقة برضو تماما غرف عمليات معمولين بكبسولات على أحدث مستوى يمكن المستشفى بيضم مبنيين ينضم ديهم مبنى آخر خاص بالقامة الدخلية حوالي 100 سرير طريق عمل كبير جدا قسم جراحة المثالك البولية في أسابة يعني على قدر كبير من العلم نحن نسمي المقادرين في الخاصل ده وده محرك قولت أن أمراض الكلة وبذلك وصل دلتة محتاجة اهتمام يمكن ده مركز فعلا وده محرك قولت طبعا أنا لا أرقى طبعا زي أستاذ العالم الجليل دكتور محمد غليم ولكن عندنا أسادة وعلمات كثيرة في جامعة طنطة الحقيقة ده نتيجة دعم الدولة لجامعة طنطة وده دعم يمكن من توابهات فخامة الرئيس لإتمام بالصحة المواطن المصري أن جامعة طنطة يكون لها الحظ أنها تنشئ مثل هذا المركز وكمان دعم الوجودات العليم العالي ويعني الحقيقة احنا تشاركنا حاليا ما زلنا إن شاء الله في طور افتتاح وحدة الغتيل الكاروي وفي إطار افتتاح العيناء المركزة وغرف العمليات وغرف الإصامة نعمل تحليل على أعلى مستوى يعني كلام قويل جدا مش عايز أراف الناس دي ولكن هو فعلا سيكون صارح إن شاء الله في واصل الدلتة صارح عالمي بإذن الله أنا لفت نظري جدا موضوع الجراحات عن طريق الربط وأن حضراتكم أوفاتوا مجموعة من الأطباء اتعلموا ده واتدربوا عليه في أمريكا وفي أكتر من دولة صح؟ آه ده كلام مظبوط والحقيقة يمكن لما احنا حتى كنا بنختار الأجهزة وكده استفدنا بولادنا المبعوثين اللي بره سواء في اختيار أحدث التقنيات وأنهم يحطوا المواصفات الأجهزة اللي هم اشتغلوا عليها بره بحيث أن احنا ما نيجي نبدأ العمل إن شاء الله خلال أشهر قليلة إن شاء الله الدكتور محمود زكي يجتون في الاستلاحة التجريبي ويبقى طبعا نأمل إن شاء الله زي ما يعني نتمنى دايما أن يكون فخامة الرئيس وطبعا يبقى الاستفاح أن يكون حاجة يعني صارحة سعنا كبير لده الحقيقة لولادنا دول فيه زي ما قلت حركة روبوتك سيرجي والميزة كمان أن الروبوت بينضم بلوط خاصات تانية زي جراحات الجهاز الهضمي وبيفيد في طبعا في جراحات زرع الكلا وإزالة الأوران من أفكر حاجاتها المتقدمة في الروبوتك سيرجي أوليانا استخدامتها جراحات المثالة البولية زي ما ستحدثت أنا مش عارف أشكرك إزاي يا دكتور على المداخلة وعلى هذا الجهد الرائع والعظيم اللي بتبزلوه لأجل صحة المصريين كل الشكر دكتور أحمد غنيم عميد كليطة الطب بجامعة طنطة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية